اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية عمل الإضاءة الصناعية بشكل واقعي جدا طبعا عدنا هذه صورة الفانوس راح نضيف لها إضاءة طبعا نلاحظ أن الصورة ضعيفة جدا وخالية من الإضاءة طبعا توجد عدة خطوات لإضافة الإضاءة راح نشرح أسهل وأفضل طريقة طبعا نستمسك هذه الصورة من خلال Click Amen ونختار Duplicate Layers ومن ثم OK طبعا نحول الصورة إلى Smart Object حتى تضطينا إضاءة تفاعلية مع الفلتر الآن نذهب إلى قائمة فلتر ومن ثم نذهب إلى Render وطبعا من ثم نختار Lighting Effect طبعا Lighting Effect راح يتفاعل ويهل Smart Object بشكل أكثر لذلك حولنا الصورة إلى Smart Object طيب ننتظر شوية إلى أن يظهر اللايت طبعا بالمناسبة أنه في حال لو طول عندنا كلش طبيعي لأن هذا التأثير يحتاج مواصفات قوية للحاسوب طبعا عندنا هنا من البرسيت نختار الفلاش لايت طبعا ضروري نختار فلاش لايت حتى يظهر لنا بهذا الشكل طبعا هنا لفلاش لايت عندنا ماذا نكبر عندنا هنا طبعا عندنا هذا الشكل طبعا بإمكاننا أنه نسحب إلى الأسفل حتى تضطينا إضاءة قوية وإضاءة خفيفة مثلا راح نختار بهذا الشكل الإضاءة طيب طبعا بإمكاننا نوسع الإضاءة ونقلل الإضاءة من خلال أنه نخلل الماوس على هذه الدائرة الخضراء إلى أن تصبح باللون الأصفر نسحب بهذا الشكل طبعا بإمكاننا أنه نقلل ونوسع طبعا نخليها بهذا المقدار مناسب جدا وطبعا نجي نختار اللون من colors من هذه الخانة نختار اللون اللي هو اللون الأصفر ممكن يكون بهذا الشكل طبعا بإمكانكم أن تختارون أي لون ولكن أنا أفضل هذا اللون اللي هو تشوفوه أمامكم ومن ثم OK ومن ثم طبعا OK حتى نطبق العملية إذا لاحظ أنه هكذا كانت الصورة وهكذا أصبحت طبعا بإمكاننا أنه نقلل الأوبستي يمكن نخلي 90 حتى يكون أجمل لاحظ أنه الإضاءة واقعية وجميلة وطبعا إعطت حيوية إلى الصورة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر